طلب من عشرات ألاف السكان في أستراليا إخلاء منازلهم الاثنين بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة أجبرت البعض على الاحتماء على أسطح منازلهم وصدرت أوامر لملايين الأشخاص بلزوم منازلهم وأغلق ما يقرب من ألف مدرسة في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند وأنقذ المارة رجلا يبلغ من العمر سبعين عاما بعدما جرف نهر برزبن القارب الذي يعيش فيه قبل أن يصطدم برصيف العبرات ويغرق بسرعة وبلغت حصيلة الفيضانات الاثنين ثمانية قتلى وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأنطار غزيرة متوقعة ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحا في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ